شهدت أسواق الأسهم بمنطقة الشرق الأوسط فترة صعبة في عام 2022 حيث أثرت ضخم وارتفاع أسعار الفائدة والحرب في أوكرانيا بشدة على معنويات المستثمرين وظهر بيان صادر عن البرصة المصرية تسجيلها أفضل أداء بين برصات منطقة الشرق الأوسط خلال 2022 حيث ارتفع مؤشر الأسهم القيادية محققا اي جي اكس 30 أسهم القيادية حقق مكاسبا سنوية بنسبة 22% وحقق المؤشر الرئيسي للبرصة مكاسبا في الرابع الأخير بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ودعم البنك المركزي للسماح للمقرضين بقدر أكبر من المرونة في تداول العملات